موسيقى زي ما قلنا يعني مرارا وتكرارا السكواش احنا في برازيلي العالم زي الكورة كده احنا يعني تحط اسم مصر على اي حاجة في السكواش في العالم يقولك سواء مدرب لاعب اي حاجة احنا حقيقة السكواش لو دخلت وبقت لعبة اولمبية هتحقق لمصر مديليات يعني ما نتخيلهاش طيب من يومين معالي رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي راح ظهر صالة 6 اكتوبر اللي طبعا اتبنت خصيصا لكأس العالم اللي جاي طبعا دي صور للزيارة اتبنت خصيصا عشان كأس العالم الكرة اليد اللي جاي طب من اللي كان معالي رئيس الوزراء كان الدكتور قاشف صبح وزير الشباب والرياضة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحادي الدولي لكرة اليد زي ما انتوا شايفين حاجة يعني رائعة بصراحة يعني حاجة يعني صالة يعني انا فتحت نفسة ارجع لها عبتين والصالة معالي رئيس الوزراء الطمن 95% من اعمالها خلصت التشتباط وطلب الدكتور مصطفى مدبولي بصرعة الانتهاء من باقي الاعمال عشان تكون جاهزة للبطولة الكبيرة اللي مصر هتستضيفها طبعا في بداية السنة الجاية الصالة هتستعق يعني الساعة الجمهورية 4500 لاعب الجميل بقى فيها ان فيها مقر اتحاد كرة اليد الجديد وفيه كمان مقر الاكاديمية الافريقية لكرة اليد يعني الحقيقة هتبقى مجمع لكرة اليد نتمنى 4500 متفرج يعني قاسف هتبقى فيها 4500 متفرج اللي عايز اقولهلكو اني اتمنى يعني خلي بالكو الصالة دي مش بس الكاسة العلم مش بعد الكاسة العلم هنفكها لأ دي مكملها معانا بقت بنية تحتية عندنا في مصر نقدر نستضيف عليها بطولات للباسكت بطولات للطايرة للتايكوندو للجودو اي حاجة جوا الصالة نقدر نستضيفها ان شاء الله تبقى يعني اضافة كبيرة جدا للبنية التحتية في مصر ان شاء الله